مرحبا بكم أمس اتصل بأحد الجينيين وقال لك كيف مازلت تتحدثين عن هذا الجين بما يجري الآن ثم إن القرآن ليس واضحا أنت تتحدثين عن تعدد المعاني في النص الجيني والتأويل المختلفة كان يمكن أن يقول القرآن مباشرة لا للرق كان يمكن أن يقول مباشرة لا يمكن أن تعتدي على أي شخص آخر له إيمان مختلف وما إلى ذلك من الملاحظات هذا يحيلنا على تلك العبارة المعتمدة الشهيرة القرآن صالح لكل زمان ومكان وعندما نقدم قراءة مختلفة لما قاله الفقهاء منذ قرون عندما نشير إلى أن هذا النص نص القرآني قد نزل ليتدبره المسلمون ويقدم له معاني وفق السياق التاريخي المتحول يقال لنا القرآن صالح لكل زمان ومكان لكن من يقول هذه القولة سواء كان من المسلمين المتعصبين الملغلقين أو كان من اللاجينيين المتعصبين للتداين فالتعصب موجود لدى كثير من الناس مهما تكون معتقدتهم فالحالتين لم يفهم هؤلاء هذه القولة في عمقها عندما تقول القرآن صالح لكل زمان ومكان فهذا يعني بالضرورة أنه نص قابل لتعدد المعنى ليس هناك كلام يمكن أن يصلح للقرن الأول للهجرة ولقرننا هذا مثلا إلا إذا كان متعدد المعنى سأكتفي بمثال بسيط لأبين هذه الفكرة مسألة القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم طبعا هذه الآية من سورة النساء لا تقول إن الرجال هم المفضلون التفضيل للبعض على البعض وشرط القوامة هو إنفاق المال هذه الآية عندما نزلت كانت جل النساء لا يشتغل هنا بالبيوت إلا قلة من أثريات شأن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم فتصوروا أنه لا وجود لآية تجبر الأزواج آنذاك على الإنفاق على زوجاتهم هنا نصبح بإزاء المشكلة كيف يمكن أن تحيا هذه الزوجة والأبناء دون أن يكون هناك عائل وفي الآن نفسه هذه القوامة هي قوامة مشروطة بالإنفاق يعني في عصرنا هذا أو في الحالات التي تشتغل فيها المرأة تصبح ملغية تصبح بلا معنى يلغى حكمها أصلا لأن القوامة مشروطة بالإنفاق فإذا كان الإنفاق مشتركا ما عدنا نتحدث عن قوامة هذه الآية ركبت بشكل يجعلها في الآن نفسه قابلة لأن تصلح لمن يحيا في القرن الأول والثاني والثالث والرابع للهجرة ولمن يحيا في عصرنا أيضا فعندما نقول صالح لكل زمن ومكان فهذا يعني أنه يصلح لنا ولكن لا ننسى أنه كان يجب أن يصلح للمرحلة التاريخية التي نزل فيها لا ننسى أنه كان يجب أن يصلح للقرن الأول والثاني للهجرة لم يكن من الممكن مثلا وهذا مثال ثاني أسوقه بسرعة أن يتم تحريم الرقي أو إلغاؤه هكذا فجأة لأن النظام الاقتصادي والاجتماعي ليس فقط لدى المسلمين ولكن في القرون الوسطى مبني على مفهوم العبودية والاسترقاق فهذا القضاء على العبودية من غير المفكر فيه لكن في الآن نفسه وجود العبودية وأحكامها ممكن بالنسبة للمرحلة التاريخية التي نزل فيها القرآن وفي القرآن ذاته نجد الإشارات العميقة التي تؤكد المساواة وتدعو إلى تحرير الرقبة وتؤكد أن البشر واحد أمام الله وهي ستحمل شيئا فشيئا إلى إلغاء العبودية إذن عندما نقول القرآن صالح لكل زمان ومكان فلعني هذا أن السياق التاريخي البشرية المتغيرة المتحولة هو الذي يتبع ما يجري في القرآن وإنما يعني هذا أن القرآن بإمكاناته التأويلية المتعددة أن القرآن بانفتاحه على معاني فيه موجودة وكامنة بالقوة هو الذي يمكن أن يؤول وفق كل مرحلة تاريخية وتبقى المقاصد الكبرى وتبقى القيم الجوهرية الأساسية التي تكون ما يسمى بالأخلاقيات البشرية التي لا تتغير أبدا وإن تغيرت مظاهر تشسينها كالحق والخير والعدل والمحبة والإيثار وما إلى ذلك شكرا لكم